أهلا بكم المشاهدين من جديد الحقيقة ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظات مصر وبعدها بدأ الطلاب بفيه تحديد وجهتهم المقبلة أو الخطوة القادمة لهم البعض اختار الثانوية العامة والبعض اختار المدارس الفنية لكن الظاهرة العام ده هي اهتمام الطلاب والإقبال بشكل كبير على التقدم لمدارس التكنولوجيا الطبقية خاصة إن المدارس دي بتقدم تعليم فني عالي الجودة بيتماشى مع متطلبات العصر كذلك بيوفر للطلاب فرص حقيقية للعمل في مجالات تكنولوجيا متقدمة بنسأل النهاردة عن شروط التقديم وللتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية وحنتكلم كمان عن أهميتها ودورها وحاجات كتير حنعرفها بإذن الله من خلال اللي ضفنا النهاردة دكتور عمر بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني مدير واحدة تشغيل وإدارة المدارس بوزارة التربية والتعليم طبعا دكتور عمر كان لنا لقاءة سابقة وسعيد جدا بوجوده معنا مهاردة أهلا بيك دكتور عمر أهلا بحضتك بسيدة المشاهدة أهلا بيك فاند طيب مبدئيا كده نحب نعرف الناس اللي هي بقى أولادها لسا مخلصين الشهادة إعدادية وحيدخل على معترك بقى مرحلة تعليمية جديدة منها المدارس الفنية والتطبيقية والتكنولوجية نحب نعرف مبدئيا الشروط الواجب توفرها في الطالب من حيث المجموعة من حيث الإمكانات الفنية عشان يكون طالب في هذه المدارس في الحقيقة احنا عايزين أول بس نقول ان احنا منقدم نوعية تعليم اللي هو التعليم التكنولوجي ده التعليم اللي احنا بننادي به انه هو تعليم على أكثر شغفا بالنسبة لولاد لانه يمنى في المقام الأول للطالب وبعدين ولي الأمر اللي موجود في البيت واللي بيرعى فكرة هذا الطالب فاحنا بننادي انه الطالب يحاول يستكشف في نفسه ايه هي المهارات الأساسية اللي هو حابب أو ميل ان هو يدرسها وعشان كده احنا عندنا أهم شرط من شروط القبول في هذين ويامنا المدارس مش بس المجموعة المجموعة مهمة طبعا وبيبقى أعلى من مجموعة القبول في السنة والعام ولكن الأهم هو اكتيازه لاختبارات القدرات المصاحبة لعملية تقديم لهذه المدارس ففي مجموعة من اختبارات يعني كده لازم يكون عنده توجه معين بالزبط نحو شيء معين وحاجات كتيرة جدا الطالب يبقى عنده فكرة معينة ان هو بيتهيق له ان هو مناسب لمجال معين بينما الاختبارات بتصفر عنه ان هو مهاراته وقدراته أكثر ملأمة في مجال أخف بيتم توجيه الطالب لهذه النواية من الدراسة فبالتالي احنا بنقول للولاد شوف انت بتحب ايه خش على الساعة بتاع الوزارة بص تفرج عندنا النهاردة فرايتي في 76 مدرسة مختلفة نازلين بتنسيقات مختلفة عناش رح دلوقتي لحضرتك شروط القبول فيها ايه فيه 22 محافظة في جمهورية مصر العربية تخير الانسب ليك وليقدراتك وابدأ اعمل اختبارات الاول الونلاين بتاعة القبول وبعد كده كمان هيبقى فيه نوعات اكثر من الاختبارات المدققة والمتخصصة عشان تبين الولد يعني يقدر يلتحق بيه اختبارات فيزيكة يا دكتور يعني وجها الوجها الاول الونلاين بتاعة اختبار الايكيو الاول وبعد كده الاختبارات الاخرى بتبقى فيزيكة اللي بينجح اللي بيعدي الاختبارات الاولانية بيخش على مرحلة اخرى من الاختبارات تنتهي بيه المقابلة الشخصية لمعرفة مدى قدراتهم ولأمة هذا الطالب كم مرحلة بقى ثلاث مرحلة الاول فيه طبعا كل مدرسة حسب النحة بتشترط وجود احنا دينا من اول القبول من اول 96% لغاية احوالي 80% مدرسة طبعا النواية الحد الادنى القبول فيها 96% واقل مدرسة مدرسة كروزة تطبيقها لحد القبول فيها حوالي 80% فالفرايتي دي ليه عشان طب اسأل حاج سؤالي دلوقتي انا طالب في تلت اعدادي وفكرة مثلا مدرسة بتتكلم في طاقة نووية دي اكبر من قدراتي او حتى اللي انا درسته في مرحلة اعدادي ازاي ممكن اكون مؤهل ان انا ادخل مدرسة زي دي هو بيحلم بايه ما النهاردة الولاد طبعا بس الاهم اللي احنا عايزين نقوله افخ معرفة الولاد احنا ده من بصين الاجيال بتاعتنا الولاد النهاردة عندهم المصادر بتاعت المعلومات كبيرة جدا ومختلفة وهم عندهم القدرة الموبايل نادر بيوصله لاي معلومة هو عايزها في ثواني معدودة فهو بيخش ويتصفح ويقرأ ويعرف ويتعلم ويبقى عنده شغف انه الاساس في الموضوع ان الواحد يبقى عنده الحب ان هو يعرف حاجة معينة يعني يثقف نفسه في المجال على الال الاول يتفرج يتفرج هم مقولوش ايه رب المعنى لان القراءة عندنا يعني كلمة بيبقى وقعها تقيل عند بعض الطلاب لا خش تفرج خش تفرج بص عندك التخصصات المختلفة عندك مجالات العمل المختلفة لان احنا البروجرامز بتاعتنا او البرامج التدريبية الموجودة في هذه العمل المدارس بترتبط ارتباط وثيق بالفرص العمل المتاحة والتالي الاهم حاجة في مخرجات هذه العمل من البرامج هي مدى ارتباطها وتحقيقها لمتطلبات سوى العمل المحلي والاخريني والدولي وبالتالي الطالب النهاردة لما بيخش يرى في مجال ويعني ايه تكنولوجست في مجال التقنوية اصلا ايه التخصصات الموجودة بيخش ولك ولا انا نفسي في دي طب انت قدراتك ايه مجموعة جايب كام بيخش اونلاين بيمتحن وبعد كده فلتريشن او عملية تصنيف طبيعي طبقا للمراحل التلاتي مدى الشفافية هنا دكتور عمر ده كلها دي جدا كلها اونلاين اه والطالب بيعرفش دكتور ماذا لازم بقى الطالب يعرف ان فيه ضمانة لده الضمانة 100% انه هو بيعرف تدكتور في التول لحظة يعني وانس انه هو بيخلص المتحان بتطلعه وتدكتور فورا اه وانتقل المرحلة اللي بعدها مفيش فلان بقى حيتوسط ولا مفيش الكلمة ماذا هو الكمبيوتر مش شايف ليه دامه بحكلم اونلاين خبار هذاك فالاول بيكون محقق للمجموعة بتاعة الشهادة الاعدادية في السنة دي او في السنة السابقة لها بعد كده بيخش اونلاين او الامتحان لاختبارات الذكاء واللغات الاساسية ثم بعد كده الاختبارات الاخرى دي بقى اختبارات خاصية كل مدرسة بتقدم مجموعة الاختبارات وهي دي بقى اللي بيتم فيها عادة توجيه الولاد للتخص